دفنا النهاردة هو واحد من الناس اللي الاكاونت بتاعته على السوشل ميديا مصدر الهام لعدد كبير جدا من الشباب لانه بيقدم محتوى مختلف جدا ومميز جدا مش بس كده لأ ده كمان عنده حالة ارتباط قوية جدا مع الفانس بتوعه على السوشل ميديا ودايما بيعمل لهم فيديوز فيها نصايح وحكايات مهمة ومفيدة قوي دفنا النهاردة هو واحد من ابناء ماس بيرو ومنور على كل ريك كاربيت وكمان صفحته على السوشل ميديا كلها حوارات مع كثير من المشاهير والفنانين ومنهم كمان فنانين اجانب ونجوم هاليوود وبالرغم من نجاحه في التلفزيون والازعاء الى ان هو قرر انه يتجه كمان للتمثيل وكان اخر اعماله فيلم امر من السحر واللي بيرصد فيه التحرش على السوشل ميديا الحقيقة الحوار ده غريب جدا بالنسبالي مش بس لاني اعرف ضيفنا النهاردة من وهو تقريبا عمره ثلاث سنين لكن كمان لاني بحاول شخص اتعود دايما انه هو اللي يحاور الناس منورنا النهاردة في فيديوز في الترانز الاعلامي شريف نور الدين ازاك يا شريف؟ مستغرب جدا انا كمان والله جدا يعني بالنسبالي حوار سريالي جدا ان انا كون موجود هنا بصي انا بقالي فترة بقيت انا بقى جست لحد دلوقتي عندي مشكلة في القصة دي مش عارف تبقى ضيف صح؟ غريبة جدا يعني دايما بحب ان انا واكيد انت فاهمة داي انتي وانتي انتي اللي بتعمل الانترويو انتي بتحس ان انت كنترول صح؟ صح؟ هعزبك النار يشري يا اله الا الله هعزبك يشري في النار والحاجة التالية بقى انه معاك يعني يعني احنا على ادخط الترابيزة دي لو انا كنت حد فكر او كحد قال لي من خمس سنين احنا كنا فردرسة من خمس سنين طبعا طبعا ان انا حبقى قاعد معاكي القاعدة دي بعد السنين دي كل لعب احنا في المدرسة وعمري كنت حتى خيالي انا مبسوط جدا انا بحب البروغرام دا اوي انا هنا في بيتي في تلفزيون ستوديو عشرة وسعيد جدا ان انا معاكي النهار وانا كاماني شريف والانترويو دا يعني هو قريب مني قوي من قلبي علشان زي ما انت قلت احنا مع بعض تقريبا يا جماعة من حضانة صح؟ بجد مش تقريبا انا واحنا قاعدين على نفس الدكة من حضانة لحد ما تخرجنا ووصلنا للجامع تلوه بالصورة بقى لا بلاس صورة شريف بلاس صور ارجوك بلاس صور ارجوك بلاس صور طيب اول حاجة هسألك عليها النهاردة البيتش بتاعتك على السوشيال ميديا بتعمل فيها ايه بالزبط يا شريف بصي انا الفكرة كلها انه هي كانت البيتش كانت البداية فيها ان انا مجرد انها تكون انعكاس او بروموشن او ان انا بسوق لشغلي اللي هو الاساسي الاعلام كتقديم اذاعة كتقديم برامج كتليفزيون كأيا ان كان دي كانت البداية زي اي حد بدأ على سوشيال ميديا وحب برضو في الكنتنت انا بحب اتابع جدا جدا وشغل ان انا تابع كمان النجوم وصحابنا والكلام ده كله هي بداية كانت من هنا وبعدين ما تفهميش ايه اللي حصل بس الناس اعتقد ان هي كونت او حبت المحتوى اللي انا بقدمه الناس اللي بترحقش تتفرج على حاجاتي على التليفزيون بيشوفوها على البيج بتاعتي وهكذا ومع الوقت انا بحب جدا انتراكت احنا من صغيرين كانوا بيسموني الشريف بارت واره في المدرسة اكيد انت فاكرة طبعا انا بحب اتكلم جدا وانا ورد وحيد فدايما عارف الورد الوحيد بتاع ممكن تصحبين ايه هو كده يعني انا ماشي دول النهار عايز الناس تصحبين فلتغليت السوشيال ميديا بدا فالناس حبت ده فمع الوقت بقيت احسنه ده طيب ده ممكن يكون مصدر زي ما انت قلت فعلا لان انا ممكن اكون بقدم حاجة مفيدة او ان انا بشارح حاجة مثلا معلومة حلوة او حاجة مثلا الناس ممكن تهتم بيها في الفن اللي انا بحبه في الدنيا لو شفت حاجة حلوة احب اصورها فبقى بالنسبة لي مكان ان انا استقبل حاجات حلوة استقبل حاجات ايجابية وادي كمان حاجات ايجابية واشارك الناس اللي هي بقت عائلة الكبيرة دلوقتي اشاركهم كل لحظة حلوة او كل حاجة حلوة هما كمان يكونوا جزء منها ده ببساطة شديدة جدا اللي انا شايف بصفحتي هي وسيلة بتساعدني في شغلي واتواصل بها مع الناس انا اخترت اعلام خباسة مني خباسة مني عشان انا عايزة اصلا عايزة دفان لايف ازاع تلفزيون ولا ايه تخصص ازاع تلفزيون مش صحاف اهلا 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 رأس هات اسماء ده ندور شباب بتاعش وده كويس لانه ماشي لان انتي دي حاجة لا مش كويس اي دون سي ات كويس خالص ليه اي سي تستسخيل بصراحة يا نهار ابيض وبينكو سين اغراء لازم مين انا اصلا تشايف في الجامل انا لابساق يعني اغراء ايه مرحلة بتاعت الدلع وكل الحاجة انتي عايزة اتجيلك لحد ما بقى ليكي دماغ ورأيه لا هنبتيد نخاف ايضا ان انتي مش تفلع دية زي اختك مثلا او اخوك لا انتي انتي شخص غريب وعايز يخرج برا الكمفرد زون فانتي مقلقة طب ليه مقلقة ما يمكن ان بقى عندي حاجة عايزة اعمل لا ما فيش حاجة ما كده سؤال حبي الرأس قوي انه انا صغير اكي فا اكي طبعا بتاعدي انا مش هالله فبغريبة لما قلت يا بس ده ان جزء تفك يا جامد انت ازاي عندك القدرة انك ترد على الفانس بتوهاك لا بجد اصلا انت صفحتك ما شاء الله يهافة لاطف فالوورز وعندك يعني فالوورز كتير ما شاء الله مش بحثتك بس انا عايز اعرف انت ازاي بتقدر ان انت ترد على الناس وان انت تبقى على طول متواجد معهم على البيتش لا ان انا اكتف قوي انا اكتف جدا جدا ودايما اي حد بيعود معايا او بيعودوا حوالي وكده ولكن انت مضمن انت مش عارف ايه خالص انا بشوف انه اي حد خد من وقته وخد من اهتمامه ان هو يقول لك كلمة او يتواصل معك يبقى انت لازم وجبك عليه او وجبه عليك ان انت تحترم ده زي ما انا لما بحب ان انا اكلم حد بحبش ابدا ان انا اكلم حد ما عرضش علي بشوف الناس اخيفة جدا 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 وبحس ان ده بيكبرك عند الناس اكتر طبعا وبالعكس وبتبقى قريب منهم وبتبقى قريب منهم فبيبني علاقة صداقة فبتبقى مع الوقت مش مجرد في بارير او في حيطة برضو من مميزات السوشال ميديا انا شايفها انه خلاص انه وفيه الناس بتشوف ان ده عايب انا شايف ان ده ميزة صراح ان هي كسرت الحاجز اللي كان ما بين الشخصية العامة وما بين الجمهور لانه هو فعلينا الحاجز وهمي هو حاجز مجرد بيسموه ايه يعني بيخليك على طول بعيدة ليه ابقى بعيد بالعكس انت كل ما قربت من الناس كل ما الناس هتقرب منك اكتر ممكن يبقى حد نمسه يشوفك على التليفزيون ليه عليك ده مكتقيل وبعد كده ييكي وده حصلي كتير على فكرة اوي تحديدا على سوشال ميديا بحد يقولك ده مكتقيل بيستظرف ما يعرفنيش خلاص وبعدين يحط كومانت زي ده فانا نخش ارد علي انكشه كده مع انت بقى لزيز برضو يا شريف مش كل حد عنده الكدرة دي اه يعني انا لما حد بيغلص علي بتجاهل وعد سكتة في فرق انت بتعرف ترد ودي بتبقى ملكة في فرق من التنمر وفي فرق بين اللي واخد عنك فكرة غلط او المستفز منك بسبب انت مش قصدك فانا بشوف هل ده تنمر واجه التنمر سخافة لوجه السخافة وده بيبان وساعتها خلاص بقفل ولا ده حد عنده فعلا حاجة ممكن يقولها او حد مش فعلا مثلا مثلا بتتكلم انجليز كتير طيب يا سيدي ده الراجل بيتكلم ده حوار في المهرجان دولي وده هضيف بقش هكلمه ايه فهلما برد كده قال ايه اه صح تدق انا كنت فاهم غرطة ولا انت طلعت الازيز فالو طيب احنا بقى هنتكلم دلوقتي على امار من السحر انا سعيد جدا من الفيلم ده لانه اول مرة اعمل فيلم واول مرة اعمل مش بس فيلم اعمل شخصية بعيدة عني جدا لان هي شخصية المتحرش هي بتتكلم على اللي هو حاجة بنشوفها برضو جدا 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 ان فيه شفنا قضايا وبنات راحوا يعني وحنا شفنا ده بسبب انه هم حسوا انه هم حد بيأذيهم الكترونيا وانه هم ممكن يكونوا واثقوا في حد من هين ما يشوفوه واضطروا انه هم يعملوا حاجة بمزاجهم او بال بسموها ايه السيطرة او بالغسل الدماغ فانا بقى كنت الشخصية الاخرى فديكت تجربة الشريف مش لاقي عليك خالص يشريف اه تخيلي نهائي بس ده انا هموت وتفرغ انا على الفيلم ده تحدي تحدي وكان الحقيقة كل اللي كان يعني هو انا سعوض المخرجة ومخرج شوما كلهم شباب ومتحمسين جدا للفكرة وكانت جات فوقتها قوي احنا سوونا فيه من سنة ده كان فعز بقى كل القضايا وكل الكلام اللي طلع وكان ليه بقى نختار تعمل الدور ده بالذات لان لو تفتكلي كويس قوي معظم المتهمين في القضايا دات لو كنت تبص عليهم تبص على صورهم تعرفي هم مين كنت تقولي ازاي لا يمكن وده بالظلطة اللي كنت عايز عمله فحسيت ان انا هخدم اولا للفكرة والفيلم لانه فرق عن وسر وجه جديد كده كده انت ما عندكش عنه اي حكم مسبق لكن الشعاي اللي اتفرجوا عليك يقولي ايه ده شريف بيعمل ده فكمان يتفاجأ ان ده بيعمله وده بيتسايد بيطلع فيعرفوا انه اه انت ممكن يبقى شخص عادي جدا وهو يبقى هو ده اللي وراء حضرت ازاي للشخصية دي يا شريف حطيت نفسي مكان الشخص حطيت نفسي مكان بصي دايما يقولك في التمثيل ايه دونات جودجر كاركتر ما تحكمش على الشخصية اللي انت بتقدمها عشان لو حكمت عليها مش هتعرف تمثلها انت لازم يتوحد معها فحطيت نفسي مكانه هو ليه بيعمل كده هو هدفه ايه هل هو هدفه شهوة فقط ولا هدفه او عنده مشكلة نفسية هو لذته في الانتصار لذته في اخذ حاجة مش ملكه هو دلوقتي في ميشن مش شايف حاجة عشان كده يقولك ايه هما بيبقوا مش هيمهمهم الضحية طيب ما عنده همش قلب هو مش شايف اصلا هو عنده تارجت داخل عليه بيكون مرضى نفسي مرضى مرضى طبعا طبعا مش ببرر انه عشان هما مرضى فهم ضحايا فنقوله عيني لا ابدا مريض روح اتعالك طبعا لانه هو مدرك كويس ايه طبعا هو عارف كويس ايه بيعمل ايه وهو ده بقى الفرق ما بين المريض اللي بجده مش مسؤول والشخص اللي مريض بس عارف كويس اوي ومبسوط وسعيد زي الادمان هي نفس فجرة الادمان الواحد عشان يبطل حاجة لازم ياخد قرار يقول انا عارف ان انا مدمن شيء معين وانا يعترف عايزة بطل وعايزة ساعدوني ويعترف وعندهم مش كده بزغط حتى يقولك لا خلاص انا مش انا تمام انا مبسوط كده فحطيت نفسي مكان انا عايزة تفرج قوي شريف بجد هشوف التريلر كمان ممكن نستخدمه في البرنامج ياريت 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 حوامسوطة اوي طيب الراديو حبيب قلبك حبيب قلبك ده بجده على فكرة انا دايما الناس بتطلع في التلفزيون وبيقدموا برامج عندهم حتى كده صف سبوت ناحية الراديو اوي صح طبعا طب احكيني لسبع سنين متوع البرنامج بتاعك انا في الراديو من 2014 وبدأت مكان مين بقى العروسة الجديدة ساليا عبدالسلام وواقل منصور كانوا بيخلصوا البرنامج كان نجح جدا نسمو خلي بكرة احلى وكانوا بيدوروا على مزعين بدل وانا كأساسا كنت حابقى في راديو النيل من 2010 من تأسيسه وبعد كده حصل حاجة وكنت حابقى فيتس مش في ميجا وحصل حاجة ما مشيتش فبعدها باربع سنين لقيتهم بيكلموني طيب تعال احنا عايزين حد للبرنامج ودخلنا فعلا كنت انا وفريدة الخدم عادنا اربع او يمكن سنتين بنعمل البروغرام ده وبعدين قدمته الواحدي وبعدين مع كل الوقت دي كان باين جدا كنت بقى ساعة بقى بقى ايه بقى عمل مهرجلات وبقى عمل انسكين وحبي للسينما هو حاجة محدش يعني انت عارف احنا احنا عيال فمخص بنعنينا بقى فقلنا طيب خلاص نعمل برنامج عن السينما وكان بحب السيمة وكان هدفه ان انا مش بس ان انا بتكلم على السينما بكل بقى سينما عالمية ومصرية وهكذا ان انا كمان استضيف الناس اللي هو دوقتي حاجة حصلت في مهرجان الدراما على سبيل المثال وانا عسعيد بيها جدا ان انتي تستضيفي من هم وراء الكاميرا اللي هما باهمية اكتر ناس بتتعب طبعا تمام فكان معايا عباس صابر الاكسسوار كان معايا استاذ احمد حافز منتاج كان معايا احمد المرسي كان معايا تامر فرج قبل ما اشتغل معايا كمخرج كان معايا كل الناس ديت ومع النجوم اللي هي بقى اللقاءات الطبيعية وبقى بقى الوقت بحب السيمة ده مجتمع زي ما يقولوا برضو نفس فكرة الانستجرام اللي هلا بعملها اللي هي يكون عندك كده نادي للناس اللي بتحب السينما وبعد كده نمنا وصحينا الكلام ده كالفين وخمستاشر عالفين وعشرين البرنامج بيقاله سبع سيمين ايوان بقولك سبع سيمين يعني هو من اطول البرامج المستمرة على اذاعات المصرية دي دي وبرنامج متخصص يعني صعب اقلت لقي البرنامج متخصص طويل يقعد السيم دي كلها فأنا بحبه جدا وسعيد جدا هو ناجح وبس وبحب السيمة يعني والبرنامج حلو قوي شريف بجد وموسال بيخد بلك الراديو دايما اصعب اكيد انت عارف طبعا انت يعني مفيش بقى الا فيش الاسبريشونز مثلا على الكاميرا انت بتوصل بيها زي ده وكله بالصوت وبتبقى اكسبيرينس حلو قوي انا عملتها عن نفسي وعايزة اقولك انا كنت دايما بحيث ان انا مش رايحة الشغل صح يعني كنت بحيث ان انا رايحة عامل الهوية اللي انا بحبها تقليم على الناس بالزبط مفيش حاقت بينك وبين الناس خالص خالص يعني انت حتى انت عادتك هنا والميك اوب والكلام ده كله برضو بارير طبعا في حاقت زي ما قلتلك دي احلى حاجة السوشيال ميديا والازاعة زي المصرح بالنسبة للممثل تواصل مباشر انت بينك مفيش حاجة بينك وبين الناس مش مستنية وقت عشان تاخدي رد فعل فهمت صح دي بالنسبة لي انا شايفها ميزة جبار طيب شريف من كم اسبوع بعتلك على السوشيال ميديا ايو قلتلك انا بجد مبسوطة قوي بالانتروفيوهات اللي انت عاملها احكيلي عن الانتروفيو مع الفنانين بتوع المسلسل رينجز أو ملعقة الخواتم اللي هو المسلسل هو انتاج ضخم جدا وهو استثمار زي ما شايفين كده مع جيم оф ترونز هو استثمار لنجاح الاعمال ديت فقراروا ان هم يعملوا المسلسل ما قبل بداية لورد و درينجز والحكاية وقع اختارهم على ان يكون في موزعين من الشرق الاوسط او موزيع من الشرق الاوسط ان هو يكون ما فيش حد غيري الا طبعا الصحفيين اللي في المواقع الكبيرة الديجيطل او الصحفي لكن كان موزيع من العالم العربي انا الموزيع الوحيد من العالم العربي اللي كان ليا الحظ والفرصة ان انا يكون ليا انتروفيوهات اكسلوسيف وانا اتفرج على الحلقات قبل ما تنزل للناس مع لجوم المسلسل ده انتروهم انا المزيد انا 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 مع إلا تبعو ين streمي انا Firebase أعتقد أن الأشخاص الذين نعمل معاً كايت بلانشت وكانت عملت معها، وقلت أنها مرحباً وقلت، كيف سأفعل هذا؟ ولكن أيضاً، أعتقد أنني أعتقد أن أعمل مع أشخاص الذين كانوا أماماً من المشاركة الهوبيط وعلى الرئيس الهوبيط صح، أنا لما تفرقت كمان وقلت لك كده بجد يا شريف، أنا كنت أتفرق حسن أننا قفلنا كل التلفزيونات أنا عادة دلوقتي أتفرق على حاجة مثلاً على راك كاربت في هوليوود فاموس دي بجد كان حلو جداً وهو ده هدفي، أنا دايماً 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 هدفي أن أنا أي حاجة بعملها أن أنا أكون على قد مقدر أن أنا أقدم المحتوى المطلوب مني سواء كممثل، سواء كمزيع، سواء كمقدم محتوى سواء كأي حاجة بعملها، أن أنا أعملها على أكمل وجه وزي ما هي، يعني زي كتالوك بتاعها ما بيقول بيعملوا إيه يا جماعة هنا؟ نعملوا عشان إحنا مش أقل من أي حد في الدنيا بل بالعكس، فمكاننا مفروض يكون كده وشغلنا مفروض يكون كده وإنتي لما بتعملي شغل كويس تتكلي على سوشال ميديا اللي بتابعك شباب وكتير جداً من اللي بتابعوني نفسهم يخشوا إعلام ويكلامنا كله فهم لما أنت تشوفي حد أنت بتبصيره بشكل كويس بتشوفي بيعمل شغله صح؟ وإنتي بتحب الشخص ده وعايزة تعملي الشغلان دي هتطلعي بتعملي كده زي ما أنا أثر فيه كل جيل أنا هنا قاعد في التلفزيون في الستوديو اللي قاعد فيه أهم مدعين مصر وأهم إعلامين مصر أنا لو ما كنتش تفرجت على طارق حبيب أو سميل صبري أو سلامة الشماء أو أستاذ حمدي شوفي بقى مين خلاص كنت حطلع بشوف مين مع الناس دي شلعة شفتها بتعمل شغلها مظبوط فقلت أنا عايزة بقى زيه صح؟ فده اللي بحاول عمله على النطاق قابل كده خالص مع الفانس الصغارين ومع الناس اللي بيتابعون فحد يجي يقولك إيه ده والله تابع عملت شغل حلو فقول شكرا مرسي عشان ده هدفي مش أنه أنت تقول أنت جامد أنا شخص حد يقول أنت جامد لأنت عملت شغلك حلو هو قدر أنا عايزة وإنت عملت شغلك حلو راديو وتلفزيون وتمثيل ويعني أنا بجد مبسوطة قوي يا شريف وأنا قوي سعيد أنا عاجبني بروجرام جدا وبجد كل ما بشوفه وبتفرج عليه أنا بقعد عمل كده وبشوف يتي بتعملي إيه وبشوف قد إيه أنت عندك passion أو عندك شغف للي بتعمليه وهو ده كلمة السر لازم أي حاجة الواحد يعملها يعملها بشغف قد كده أنت بتحبي شغلك وقد كده أنت عارفة بتتكلمي في إيه وامتبعة لأنه جزء كبير نو نو بس هو جزء كبير جدا من شغل الأول ما حد يقول أنا حعمل عملت بالنمج بالزبط شبه ده من كذا سنة خاص بنعنك خلاص أنت قررتي أن أنت بقيت للأذب ماوركيش حاجة غير ده صح لازم عانيك تبقى صح صحة وامتبعة وعارفة عشان ده بالنمج اسمه ترنز صح صح في دونو وات ترندي مفيش أي حاجة تانية بتحصل في اليوم أصلا سعيدنا ده موجود على القناة الأولى في تليزيون المصري دي أفتر حاجة عملي سعيدة بصراحة لأنه حاجة جد محترمة جدا شكرا يا شريف سو ماتش مبسوطة أنت كنت موجود قوي معي النهاردة أنا كمان انتروفيو ده عزيزة عليا وغيلي على قلبي جدا أنا كمان ومش بس بقى موزيع وممثل شاطر كمان ديف شاطر الله خل دي جد يجي مني ديف شاطر بس أنا مسكدتش بعدين بقى بعدين أنا اللي هتكلم وهارغي هسيبك بقى أنت تسأل سؤال واحد وأنا اللي أرغي إن شاء الله متأكد شكرا يا شريف روي على أن أنت كنت موجود تانك 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 وكده نكون خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة استنونا الأربعة جاي الساعة سبعة باي باي